سيد الأمريكي الإمباشر، هل يمكنك إختصار أمريكي من الأولى من المستقبل؟ هل هناك مرات في العالم الوضع التي يختصار أمريكي من المستقبل؟ هل تستطيع المساعدات المتواجدين لتواجد؟ و هل تستطيع المساعدات لتحقق المستقبل؟ هل تستطيع المساعدة المساعدة المحركة لتحقق المستقبل؟ وأين هي المساعدة التي تستطيع؟ أيها الشفير، هل تستطيع الانتخاب الرئيس الولايات المتحضة بدون دستور؟ و هل يوجد في العالم أجمع دولة تنتخب رئيسها بدون دستور؟ و هل تسمع لقادة الجيش في الانتخاب؟ و هل تسمع لمساعدات جنسية بالترشيء لرئيس الدولتكم؟ وهل تسمح لمجرم حرب أن يرشح لرئاسة أمريكا أين الدموقراطية التي تتشدقون بها أيها السفير الأمريكي إن تهديداتكم الصريحة ومن معتيقة وعبر شاشات التلفزيون لكل من لا يضيعكم ويتمشى مع مطلوباتكم ويرفض قوانين برلمان طبرق الساخرة أو يرفض إزراء انتخابات بدون دستور بأنه عدو لكم وعدو للمغراطية Mr. American President, your frank threats and from the land of Libya and through the television screens for everyone who does not obey you and confirm to your requirement or reject the cynical laws of طبرق أو لا أ upcomingçekنون without Constitution as an enemy to you and enemy to democracy on this hysterical day from above the grave of innocent people who bear witness to the crime of Heffler we the honorable and free people of Libya gather till to tell you that فقط يخطرون الوحيدات والعبادات 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 سيد امريكا نسألتك لتعطيقك من لبيا ونعطي الليبياني أخيرا الله أكبر يا أيها السفير وفي الختام إننا في هذا اليوم التاريخي وبجوار قبور الأبرياء الشاهدة على جرائم حفتر نجتمع نحن هنا شرفاء وحرار ليبيا لنقول لكم بأن تهديدكم تخيف الجبناء والخونة والمرتشين ونرفض بشدة إجراء الانتخابات الرئاسية في غياب دستور يتفق عليه كل الليبيين كما نرفض إجراء انتخابات في عدم وجود محكمة دستورية أيها السفير الأمريكي نطالبكم برفع أيديكم عن ليبيا ودعوا الليبيين يقررون مصيرهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته